مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي الشمس حارة جد جد حارة لاني رشيد شوية دي دان الماء بالنسبة لهد الأرانيب يعني مش نقول له قدا تعليهم بحرارة ولكن كما كان شوفوا معايا كلهم مجبدين عنهم شوفوا بحرارة وشوفوا الطريقة بثكينهتوا اختال فوحة شوية يبانوكم بثكينهتوا بوحة طريقة أكتر كيفاش غدي نتعاملوا مع هاد الموضوع يعني دير الحرارة يعني قاعد الناس عندهم يعني في جميع الدول غدي تكون عندهم يعني الحرارة مرسى فيها يعني 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 البلدان او المناطق اللي كيكون فيهم الحرارة اكتر من بلدان اخرين احنا في المنطقة الشرقية عندنا الحرارة في هذا الايام دي الرمضان اه المراند الكريم اه يعني حارة بزاف بالنسبة للالالانيب حسيس بهم انهم بدو كي يعني تزيروا من يعني في هذا الايام هادي اه شحان واحد غدي يسموني يعني كيفاش نتعاملوا مع هاد الالانيب انه من ناحية ديال الاكل لمن ناحية ديال الشرق ديالهوم لمن ناحية دياله اه تغطية ديالهوم شحال درجة الحرارة اللي خصم يكونوا فيها اه انا عارب بلأ يعني جميع المربين المبتدئين ما مندهمش امكانيات مش غديدير كليماتي زور مثلا ولا غديدير شي تهوية معه كديرا انا كغضر مع يعني البوسطة يعني الناس اللي يديني مشروع بسيط اه بحالي انا احنا قاعد راوش كيفية التعامل مع الالانيب انتم ممكن ما كتشوفو كتلقاه راها متقي ومني كتلقاه سوق في الحمد يالو كتلقاه شوية سخونة ممكن انكم تستعنوا برشاشات يعني رشاشات باش ديال ما عادي انكم ترشوهم شي شوية ولكن منشي يوميا غدقوا ترشوهم وغادي ته اه يعني تقطعوا بزاف من الوقت باش كل خطرات قوة تجيو ترشوهم انما كينقا ديال واحدة وهي الكميات ديال الاكل كميات ديال الاكل شحموا عادي كيمشي كيغلط كيبقى غادي بنفس النهج اه في الايام الاخرى وهدا والاحتباس الحراري احتباس الحراري مشي لمعنى ديالو انه يعني من خلال يعني المفردة ديالو احتباس حراري لا يعني يعني اعلى درجة من الحرارة للا مشيها دول معنى ديالو وانما الاحتباس حراري اللي لمشوا هما يعني اه الجسم ديالهم اه وصل لواحد درجة ديال الحرارة مرتفعة كيفاش غادي وصلها من خلال الطاقة كيفاش غادي وصلها من خلال الطاقة يعني الناس اللي مربين اراند مخصهمش يبقوا غادي بنفس النهج اللي كانوا غاديين به من قبل ديال الكيميات ديال الاكل الناس اللي كيعطيه السيكالين من الاحسن ما تقش عطيهم بنهار كامل قاعد الناس عطيهم غير في الليل من يكي يبرد الحال انتو ما غادي تلاحظوا ان الكيميات ديال الاكل هم ما مبقوش كي ياكلوا بزر ولكن يلاحظوا لهم الماكلة من لابد ما غادي وخاغيب قوي يتسلوا فيها يمشيوا ويأكلوا منها من غادي يأكلوا منها غادي هوا ما غادي هذيك الاكل كيعطيهم واحد طاقة كي يسخلهم من جسم ديالهم هذيك الطاقة بالاضافة الى الطاقة اللي كينا ديال السي ديال ربي ديال السخانة وديال الصاد كونوا متأكدين انهم واحد نار كتجي وكتلقاهم يعني مجبدين ميت كونوا متأكدين انهم واحد يقول باللي الحرارة هي اللي قتلتهم الحرارة ممكن تقتلش الارنب حرارة ممكن ان الارنب يبقى بحالكا ميكوش حيوي يبقى غيم جبد وناعس حال الطريقة هذي ممكن تكون غيم جبد وناعس ولكن مشي ان الحرارة غادي تقتل الارنب لا وانا كما كنت شوفون انه داير غي سطح يعني غي سطح يعني باني لهم غي سطح انتما يعني داير غي الزنك هاو ممكن انه ان نشوف الزنك هاو رلقاه حامي يعني ساخن يعني هذه الحرارة ممكن انها توصل لهم ولكن مشي هي اللي غادي تقسلهم وغادي تهاديهم لا هما غي الاشي عادية الشمس متكونش ضربة فيهم مباشرة وصافرة هم زيانة ما عندك لاش تخاف منهم تخاف عليهم عفوض ولكن المشكلة فين كتوقع وهو الناس اللي يبقوا يعطيهم كمية ديال الاكل وتسمين عادي يعني يبقى يعطيهم ياكلو بطريقة عادية لا الناس اللي يعطيهم ثلاثة المرات ما خصومش يعطيهم ثلاثة المرات وما خصومش يعطيهم جوش المرات في النهار خصوم يعطيهم مرة وحدة في الليل وما تخافوش عليهم را دك الشي اللي غادي ياكلو في الليل را غادي تترجعو الطاقة دياله ان الليل كيكون الحال شوية مبرد ما كتكونش الشمش وخاي يكون الصهد هذك الكيمية ديال الاكل اللي غا تعطيهم منهم را غادي تعيشهم وغادي يعيشو بطريقة عادية ما تخافوه بتشي حاجة اذا الحرارية وهو زيادة ديال الكمية ديال الطاقة في الجسم اذا مشتت طاقة ديال الحرارية كانت في جسم الارنب على طول النهار كنوا متأكد انه كيت تغريب الصافي ما كيقدرش يحتامل لديك الحرارة بالنسبة للماء يومي ما يكونش بارد بزاف متقولوش بالله انا عطيهم ماء بارد بزاف من كلاجة هذيك حيضوها خاطئ يلا دفتوها قد توادعو مع ديك الارنب اعطيهو الماء من الروبيني عادي يرقدش شوية ديك الماء يعني ما يكونش في ديك المبيدات اللي كيكونو دايرينهم ودك الجافعين اللي كيكونو دايرينه وكيكون الماء كيكشكش في اللول خليه واحد شوية يرقد وعطيهو لهم عادي ماز عطيهو مش الماء بارد جدا تقولو لا عطيهو ماء بارد باش يبرد عليهم لا ممكن انكم ترشوهم بالماء عادي ترشوهم هكا بواحد الرشاشة يعني غير بخاخ يعني تبخو عليهم شوية تلطف لهم شوية الجو الناس اللي كيديرو او تاني واحد الفرفارات دور تبرد تنسم لهم برد شوية ماشي مشكلة ولكن الاحتيباس الحراري هو الموضوع دينا 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 النار وهو الكيميات دي الاكل عطيهو مره وحده مره وحده بالنسبه عفون مره وحده في الليل فقط لا غير بالنسبه الكميه دي الاكل ممكن انكم تعطيهو ربع يعني نصف طاص ديال ياغورس بالنسبه للفرد فرد البالغ اما بالنسبه الارانيب الصغار هما كنتشوفو هنا راني عاطيهم عاطيهم هوا الدراء ولكن عاطيهم من البارح يعني هادش يرا من البارح هاد الكيميه هادي راني عاطيها لهم من البارح وشوفو انهم راني ما كلاوش منها بزاك يعني كلاو خلاو منها وهما ده برا ما كياكلوش قليل اللي كتلقا كياكل هانه هادة هادة صغيرة كياكل ولكن واحد طريقة يعني غير كيتسلة وصافي ماشي كياكل لانه حس بالجوع يعني ما كتقاش عندهم ديك ديك التهافت نحو الاكل ما كتقاش عندهم رغبة انهم ياكلوه اذا كما قلنا اشيعة الشمس ما تكونش مسلطة على الارانيب ديالي مباشرة هدي اول حاجة قصتين يكونوا عايشين في الضلط ثاني حاجة الكيميات دي الاكل قلو لهما تعطيهم شقاع الماكلة بالنهار ما تعطيهمش الماكلة بالنسبة للامهات حاولوا انكم ما تعطيهمش ما تعشروهمش ما تزوجوهمش مع الدكور باش ما يولدوش في هذه اللقية اللي كتكون سخونة لان ذيك الصغار ما كيحتهملوش زيادة على المراجيل اللي ممكن انها تتحدث اللون ثم كيبرالهاش الجرح دغية في البرد كي كتبرمس كينات غية دغية كتنود صافي كتفقات ردع الصغار ديالها سافيرها مزيان اما بالنسبة للصيف قد تقول قضية صعيبة ش شوية الناس اللي معنومش تبريد يحاولوا انهم ما يزوجوش الانثة يخليوها تيفود ديك الموجة ديال الحرب ديال الحلقة ديالنا هي هادي حاولوا انكم تتعاملوا بدكاء مع هاد الفترة هادي تدوز ديال الصيف حلقة ديالنا هي سهلات متنسوناش بزير جام تكي ولا زير جام متنسوناش الناس اللي مازا ما شاكوش معنا يشاكو معنا قناة غادي بالتعم ديالكم كنشكركم بززا فعا بتعالق طيبة ديالكم تكي ولا زير جرس باش يصلكم جديد ديال ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة